الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سنتحدث اليوم بإذن الله تبارك وتعالى عن قصة نبي الله صالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ونبي الله صالح بعثه الله تبارك وتعالى إلى قوم سمود قال الله تبارك وتعالى وإلى سمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره سورة الأعراف عدد المرات التي ذكر فيها نبي الله صالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في القرآن الكريم ذكر اسم صالح عليه السلام في القرآن تسع مرات وقد ذكره الله تبارك وتعالى بعض من قصة وما جرى بينه وبين قومه من جدال في سورة الأعراف وصورة هود وصورة الشعراء وصورة النمل وصورة الحجر وصورة القمر وصورة الشمس وفصلة والزريات والحق نسب صالح عليه السلام نسب صالح عليه السلام صالح ابن هو من أحفاد سام ابن سيدنا نوع عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وقيل غير ذلك ولقد أرسل الله تعالى نبيه صالحا إلى سمود وهم قبيلة مشهورة سميت باسم جدهم سمود وهم أبناء عاثر ابن إرم ابن سام ابن نوح وهم من العرب الذين كانوا يسكنون الحجر الذي هو بين الحجاز والأردن وقد مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو زاهب إلى تبوك بمن معه من المسلمين وما زالت آثارهم بقي هناك تعرف باسم مداء صالح مساكن سمود وماذا كانوا يعبدون وأرسل الله تبارك وتعالى نبيه صالح لدعوتهم إلى الإيمان وترك عبادة الأوسان قال الله تبارك وتعالى وإلى سمود أخاهم صالحا قال يا قوم عبود الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فظروها تأكل في أرض الله ولا تمسوا بسوء فيأخذكم عذاب أليم سورة الأعراف أسكن الله تعالى قبيلة سمود أرضا بين الحجاز وتبوك وأسبغ عليهم من نعمه الكثير كما أسبغ على قبيلة عاب من قبلهم ولكنهم لم يكونوا أحسن حالا من أسلافهم ولم يتعزوا بما حل بهم ولم يشكروا ولم يشكروا الله تبارك وتعالى بعبادته واتباع نبيه وتصديقه بل أشرقوا به وعبدوا الأصنام من دون الله وأنفتنوا بالنعم وسعة العيش الذي كانوا فيها بعص الله تبارك وتعالى نبيه صالحا وكان من أشرفهم نسبا وأصفاهم عقلا وأوسعهم حلما فدعاهم إلى عبادة الله وحده وحضهم على توحيده وعبادته وبين لهم أن الأوسان والأصنام لا تملك لهم ضرا ولا نفعا ولا تغني عنهم من الله شيئا وقال لهم ما أخبرنا الله تعالى في كتابه العزيز واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وذوأكم في الأرض تتخذون من سهوليا قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاسكروا آلاء الله ولا تعسوا في الأرض مفسدين سورة الأعراف أي أن الله تبارك وتعالى جعلكم من بعد عاد لتعتبروا بما كانوا من أمرهم وكيف أهلكهم الله بكفرهم فتعلموا بخلاف عملهم واشكروا الله بعبادته وحده واتركوا عبادة الأصنام وتصدقوا وقد أباح الله لهم هذه الأرض هذه الأرض تبنون في سهولها القصور وتنحتون في الجبال بيوتا حازقين في صنيعتها وإتقانها وإحكامها فاقبلوا نعم الله بالشكر وعبادته وحده لا شريك له وإياكم ومخالفة ترك الإيمان به وتكذيب نبيه فتكون عاقبة ذلك وخيمة عليكم وأمرهم عليه السلام أن لا يتبعوا الضالين المسرفين المفسدين الذين يزينون لهم الضلال والفساد ولا يريدون الإصلاح قال الله تعالى في كتابه العزيز مبينا ما قاله نبيه صالح عليه السلام لقومه سمود في دعوته لهم إلى الإيمان وعبادة الله وحده وطاعته كذبت سمود للمرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلع وهضين وتنحدون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون سورة الشعراء فبين سيدنا صالح لقومه أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم وجعلهم عمارا هذه الأرض بعد قوم عاد وجعل لهم في الأرض الزروع والثمار فهو الخالق والإله والرازق الذي يستحق العباد وحده وأمرهم أن يقلعوا عن كفرهم وعبادة الأصنام ويعبدوا الله تعالى وحده قال الله تعالى وإلى سمود أخاهم صالحا قال يا قوم يعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروا ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب سورة هود صالح عليه السلام لقومه كان جوابهم ما أخبرنا الله تعالى في كتابه قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب سورة هود أي أننا عهدناك أي أننا عهدناك أي الفكر والرأي وما أنت الآن تدعون إلى ترك ما كان عليه آباؤنا وقيل إن المعنى إن كنا نرجو أن لا يكون عقلك كاملا 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 قبل كاملا قبل هذه المقالة أتنهانا عن عبادة كان عليها آباؤنا وقد وقد درجنا عليها وأنشأنا مستمسكين بها وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب ولا نطمئن إلى قولك ولا نصق بصدق دعوتك ولن نتركك ما وجدنا عليه آباؤنا وعندما سمع سيدنا صالح عليه السلام ما أجبه به قومه من تكبر عن اتباع الحق ومن إصرار على كفرهم قال لهم ما أخبرنا الله تعالى قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير سورة هود وهذا تلتف منه عليه السلام لقومه في العبادة ولئن جانب وأسلوب حسن في الدعوة لهم إلى الخير والإيمان والمعنى أي فما ظنكم إن كان الأمر كما أقول لكم أدعوكم إلى الله وما عند الله خير وقد بلغتكم ما أمرني به ربي أن أبلغكم به رسالات الله عز وجل إلى الإيمان والإسلام وعبادة الله وحده وطرق عبادة الأصنام حتى يحكم الله تعالى بيننا يوم القيامة أذن به سمود صالحا عليه السلام حتى دعاهم للإيمان به وبما جاء به إنهم اتهموا بأنه مصحور كما أخبر الله تعالى قالوا إنما أنت من المسحرين سورة الشعراء أي أنت من المسحرين أي أنك مصحور لا تدري ما تقول في دعائك في دعائك إيان إلى إفراد العبادة لله تبارك وتعالى وحده وهذه غاية في تكبرهم عن اتباع الحق واتباع دعوتنا نبيهم صالح عليه السلام قال الله تعالى كذبت سمود بالنظر فقالوا أبشرا منا وحده نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعور ألقي الزكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر سورة القمر وبإذن الله تبارك وتعالى سنكمل في اللقاء القادم إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء سنتكلم عن معجزة نبي الله صالح المعجزة الباهرة التي أبهرت قومه حتى يؤمنوا بالله عز وجل ولكنهم عاندوا وتكبروا وأصروا على الكفر بالله والشرك بالله عز وجل وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين